السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بالنسبة للناس المرضى اللي يضطروا انهم يفطروا في رمضان هؤلاء عليهم انهم يؤدوا القضاء لكن يتهاونون اليوم غدا شهر المقبل اسبوع المقبل حتى يدركهم رمضان الموالي هنا الفقهاء اشترطوا عليهم القضاء والفدية خاص يقضي زائد فدية جزاء انه تأخر طيلة عام بكامله حتى ادركه رمضان هذه الفدية لك ان تؤديها مفرقة او مجتمعة بافطار مسكين العدد المالي ديالها المعلماء قدروا بخمستاشر درهم وافضل شيء ان يعطى اطعاما شريء مواد غدائية وتعطيها الشيء فقير او مسكين وهذا الاداء لا بد ان يكون في اقرب وقت ممكن لان ربنا عز وجل يقول لنا فاستبقوا الخيرات طبعا في الايام العادية قال لنا فاعدة من ايام اخر عندك 12 شهر كل ديالك ولكن اذا تجاوز 12 شهر عليك الفدية واستبقوا الخيرات لابراء الذمة بالنسبة للناس المرضى اللي يضطروا انهم يفتروا في رمضان هؤلاء عليهم انهم يؤدوا القضاء لكن يتهونون اليوم غدا الشهر المقبل اسبوع المقبل حتى يدركهم رمضان الموالي هنا الفقهاء اشترطوا عليهم القضاء والفدية خاص يقضي زائد فدية جزاء انه تأخر طيلة عام بكامله حتى ادركه رمضان هذه الفدية لك ان تؤديها مفرقة او مجتمعة بافطار مسكين العدد المالي ديالها المعلماء قدروا ب15 درهم وافضل شيء ان يعطى اطعاما شريء مواد غدائية وتعطيها الشيء فقير او مسكين وهذا الاداء لابد ان يكون في اقرب وقت ممكن لان ربنا عز وجل يقول لنا فاستبقوا الخيرات طبعا في الايام العادية قال لنا فايدة من ايام اخر عندك 12 شهر كل ديالك ولكن اذا تجاوزت 12 شهر عليك الفدية واستبقوا الخيرات لابراء الذمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله